داعش من وين أتت؟ داعش أتت من أفغانستان ومن ثم بقت في إيران ومن ثم ارتحلت إلى العراب هؤلاء مجرمين الكل يتعامل بإجرام بالطريقة التي يشوفوها مناسبة الطريقة الطائفية إيران بالمناسبة إيران ليس غبية إيران ذكية من صنعت داعش صنعت العكس بالتها ماعش الحشد جرائم الحشد لا تختلف نهائيا عن جرائم داعش أنا أتصور الذي يأتي بعد داعش هو ماعش هو الحشد الذي أصبح الآن شوكة كبيرة للعراق والأمة العربية طموح إيران ليس العراق نعرف كل زين طموح إيران بدأت في لبنان والعراق واليمن والآن في سوريا نعم أطمعها كبيرة وتحاول أن تتوسع إلى الخليج لكن يعني أنا أهني دول الخليج لأن وعوا في اللحظة المناسبة من الخطر الإيراني وخطر الدواعش والمواعش أتصور ماعش الحشد هم مدربين بقيادة إيرانية نعم ولا أتصور بأن ما تروه في التلفزيون بأن هم إراقيين وهم وطنيين وهذا كلام فاضي إحنا بصراحة شبعنا من الكلام الإعلامي والمؤثر من الناحية الإسلامية العربية والعروبية حتى ما لهم دخل بالعروبة ولا بالإسلام